المقطوعة اللي انا خدع في الدرس دوت اسمها اوتو جوي وهو لحني شهير قوي للموسيقار العظيم بتهوفن طبعا معمول بطريقة مبسطة على الجتار هنستخدم فيه اول ثلاث اوطار ويمكن اكتر اول وطرين والوطر الثلاث هنستخدم منه نخمة واحدة مرة واحدة المقطوعة مقسمة الى اربع سطور كل سطر تقريبا في الجملة اللي احنا ايه او اكتر ولكن احنا هناخدها باربع سطور عشان نسهل على نفسنا الشرح شوية السطر الاول مطلوب مني ان انا اعزف اي اي اف جي جي اف اي دي دي اول جملة اللي احنا هي الجملة التانية سي سي دي اي اي دي دي السطر كله ماشي نغماته نوار زمن خبطة واحدة في كل نغمة في كل خبطة من خبطات المترونوم معا لاخر نغمة في السطر هتبقى بلانش العلامة البيضاء اللي زمنها خبطتين الاغنية مطلوب مني ان انا اعزفها على سرعة مية لكن احنا في الشرح دلوقتي هنمشي على سرعة ابتقى شوية وانت كالعادة بتبدأ اي اغنية بتتعلمها على سرعة بطيئة ويتزود السرعة بالتدريج لحد ما تقصل للسرعة المطلوبة تعاون نسمع اول سطر مع بعض ده السطر الاول اللي هو من مزورة واحد لاربعة السطر التاني من مزورة خمسة لتمانية قريب قوي للسطر الاول يعني اول ثلاث موازير هما بالزط تكرار والمزورة الرابعة بتتغير يعني المزورة رقم تمانية بتتغير عن المزورة الرابعة تعالوا نسمعوا مع بعض زي ما احنا شايفين في تكرار ما بين او تشابه شوية ما بين السطرين الاول والتاني لكن هما سهلين ما فهمش مشاكل طبعا احنا العصف بتاعنا بيبقى بالاي والام بالتبادل طول الاغنية ندخل على الجزء التاني من الاغنية السطر التالت والرابعة السطر التالت هيبقى فيه عندنا نغمة الكروش اللي هي مص خبطة فيه كروش وكروش واربعات زي ما قلنا تطي وتطي في المزورة عشرة وحد عشرة نبدأوا من اول السطر التالت مزورة التسعة دي دي اي سي بعد المزورة العشرة دي اي اف اي سي يعني لو احنا عايزين نعد الاقاع هنقول تا تا تي تا 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 تي تا تا او لو احنا عايزين نعد بطريقة تانية هنقول وا 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 اه نخلي بالنا ان اخر النغمة دي سي والنغمة دي دي المزورتين متشبهتين لكن فيه اختلاف في نغمة واحدة وبعدين اه بتخلص الجملة هنا في سي دي جي بعدين الاي دي زي ما نقول نغمة بتربط ما بين السطر التالت والرابع اه لو نلاحظ ان السطر الرابع هو تكرار بالزبط للسطر التاني من غير اي تغيير هنلاقي مزورة من اول خمسة لحد تمانية هو هو بالزبط من تلتاشر لستاشر اه الاغنية لها او عصف مصاحب لها وهو اللي احنا هنسمعه مع الجزء العملي التراك دوت ممكن تعمله تحميل من الموقع بتاعنا عشان تبدأ تلعب مع الاغنية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة